اختتمت الخميس بالعاصمة الجزائرة الطبعة الثانية للمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة حيث تم على مدار ثلاثة أيام من فعالياته استعراض دور الشركات الناشئة في تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وتأكيد التزام الحكومات الأفريقية بتعزيز الدور الاقتصادي لشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة كما تمت المصادقة في ختام الأشغال على إعلان الجزائر الوزاري الثاني لتنمية المؤسسات الناشئة في أفريقيا والذي يشيد بالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية في دعم الشركات الناشئة الأفريقية فضلا عن اعتماد مشروع ميثاق أفريقي حول قضية هجرة الأدمغة بمبادرات تشمل تسهيل حركة الشركات الناشئة وتحفيز الاستثمار في الكفاءات والبحث والتطوير لذلك نتحفي من التمحوي على إعجاب المبتكرة